لم تتوقف التحذيرات من خطورة انخفاض مستوى مياه البحر الميت وهي منذ سنوات حديث الخبراء والجهات المهتمة بحماية البيئة والموارد الطبيعية الأزمة وصلت إلى المحاكم الإسرائيلية من أجل تنظيم عمل المصانع غير المرخصة التي تسحب كميات كبيرة من المياه لإنتاج الأملح والمعادن وإعادة كميات قليلة منها وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى المياه بشكل ملحوظ بموجب القانون الإسرائيلي يجب على أي شخص يستخدم المياه أو ينتج الماء امتلاك رخصة بموجب قانون الماء لكن تبين أن مصانع البحر الميت لا تتبع هذا النهج فحتى وإن قامت بضخ ملايين من الأمتار المكعبة من مياه البحر الميت يكون عملها بدون تركيس وبالتالي قررنا التوجه إلى محكمة المياه وقادينا المصانع ومصلحة المياه في المحكمة وبعد خمس سنوات قررت محكمة المياه أننا على حق وخلال ستة أشهر سيكون على مصانع المياه العمل بموجب الترخيص من المصانع إلى المنتجعات يظهر للعيان مدى سرعة انخفاض مستوى المياه هنا فمنصة الإنقاذ هذا يقول صاحبها أنها تلاحق الشاطئ المنحسر عاما بعد آخر وأصبح ثباتها حلما لما أجيت على البحر ثلاث مرات شدت أنه نزلنا منصة المنقض على مراحل أنه نلحق المي هلأ هون اللي بيصير في البحر الميت كل ما جيف في البحر الميت كل ما صار أصعب على الناس النزلة الوقائع على الأرض تثبت تحذيرات الخبراء التي تطلق من حين لآخر والتي تدق ناقص جفاف ظاهرة طبيعية فريدة بسبب سوء استخدامها يعد البحر الميت بحيرة مغلقة أي أن المياه تتدفق إلى البحيرة ولا تخرج منها إلا من خلال التبخر فلا يوجد مخرج إذن في هذه الحالة يكون مستوى البحيرة عبارة عن توازن بين كمية الماء المتدفق إلى البحيرة وكمية الماء الذي يتبخر من البحيرة وفي الوقت الحالي نرى أن منسوب المياه يتراجع بأكثر من متر واحد سنويا يعود سبب نقص الماء المتدفق إلى البحيرة إلى أننا وجيراننا نبقي على المياه في السدود ونوجهها للناس ليشربوها أو للزراعة المعروف هو أن البحر الميت هو أدنى بقعة على وجه الأرض وبات الحفاظ على مياهه التي تنضب تدريجيا مسؤولية جماعية تحذيرات الخبراء من خطورة انخفاض مستوى مياه البحر الميت دون مستوى سطح الأرض أكثر فأكثر لم تتوقف بل وصلت إلى الحديث عن إمكانية اختفائه في الأعوام القادمة فجفاف شواطئه الميتة تسبق المشهد قبل مياهه المالحة وكأنه أخذ من اسمه نصيبة ثروة تقرأ الحرة البحر الميت ترجمة نانسي قنقر